اشتركوا في القناة 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 في مشيئة الله ان شاء غفر وان شاء عذب هي الذنوب التي بينك وبين الله فان قبل التوبة فيها غفرها الله زيد وبدلها حسنات زيد وفارح الله بعودتك زيد واحبك الله عقلها اما الديوان الثالث الذي لا يترك الله منه شيئا هو الذي تدون فيه الذنوب لبينك وبين الخلق لا يترك الله منها شيئا وانما لا بد من القصص لا بد من القصص قال رسول الله أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متى قال المفلس من أمتي الذي يأتي يوم القيامة بكثير صلاة وصيام وصدقة لكنه ظلم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وغضر بهذا واغتاب هذا وغش هذا ومكر بهذا ونم على هذا فيأتي يوم القيامة مع خصومه فيأخذون من حسناته التي أخذها من صلاته وصيامه على قدر مظالمه فتفنى جميع حسناته ويبقى بعض الغرماء الذين لهم عليه دين يضا وما كاش الحسنات واسمه جير فتطرح عليه سيئاتهم على قدر مظالمهم فيطرح في النهر شاب الحسنات ولكن المسايل بتاع سيدة ربي بينكم بين سيدة ربي مبنية على المسامحة أما اللي بينكم بين الخلق مبنية على المشاحة ما معنى المشاحة بنادي مشحيح ما يطلقك كليت له دوره تخلص هضرت فيه وما تطلبش منه مسمح تخلص وشيته تخلص خدعته تخلص تخلص مكورت به تخلص كين دير أسيدة ربي باش نلقاك يوم تقيامه وتبتعليه يحتم الذنوب بتاع الباشار ها الدير ثلاثة اللي قلناها تندام وتقول قاعدك ما نصغرش ما نفرحش بالذنب ما نجهرش به ما نشعوش ما ندعوش له كل شي هالشي تديره والدير واحد الشرط الخروس ما هو أن تحلل نفسك من حق أخيك في الدنيا خلص بالدنيا كين دير خلص بالدنيا كين الفلوس طلب منه اسمع الفلوس مثلا طلب منه اسمع إلا عندك الفلوس رد له إلا ما قدتش رد له تخاف لها ردت له غادي تخسر العلاقة ديرها فبريا وروحت في حاله للباب لما يعرف قل له هذه أموالك يا فلان قد أكلتها وحياء من الله وحياء منك لا أريد أن تلقاني وإنما أريد أن تعرف أنها حقوقك وقد أخذتها فاسترني سترى الله عليك واعذرني فيها العشر فيها العشر إلا كان هدرت فيه واسمو ندير الهدرة ما قدش نقول له هدرت فيه قدي هدرت فيه قدي نتخاسره أش غادي ندير ندير ثلاثة نتعصة صوار الحاجة اللي أولى زيد واسمو ندير أدعو له ندعي له يا ربي يا ربي يا ربي كنت نهدر فيه اغفر له يا ربي رفع قدره يا ربي كرمه يا ربي علم قامه يا ربي والثانية أن أنشور فضائلة كما كنت نهدر فيه بالشر نقول لي نهدر فيه بالخير نقول فلان مزيان باش يتحرق ذاك الشيطان الذي سود قلبي على أخي نقول لي واسموه نقول لي نخالف نفسي فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الله النفس نجي ضدها ونبقى نذكره بالخير والثالثة واسموه هي اللي هي اللي كيقولها العريفون اسموه نمشي نتصدق على المسكين ونقول يا ربي أسألك أن تجعل هذا العمل لوجهك خالصة وأسألك أن تجعل أجر هذا العمل لفلان الذي غششته أو فلان الذي اغتبته أو فلان الذي عصيت الله فيه باشي بتلقي ما كنتلقى ستدب بتسيب رحك خلصت خلصت إما بالدعى إما صب خلصت أي بسألة انت على الصلاح عمل صالح عمل صالح درته وتقول يا ربي أنا هذا العمل الصالح أسألك أن تقبله مني وأسألك وأنت قد قبلت مني هذا العمل أن تجعل ثوابه لفلان اللي ظلمته والله درت فيه والله درت له شي حاجة يعني باش الإنسان باش الإنسان باش الإنسان يخلص يخلص شوية جاء رجل إلى رسول الله فقالوا يا رسول إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها قال لا خير فيها فهي في النار في النار وذكرت للنبي امرأة تصلي الخمس وتصوم شهر رمضان ولكنها تحسن إلى جيرانها وتتصدق عليهم بالأثوار من الإقض شي حليب بجم بيكري كي دير معها ويش حاجة صغير قال ميسل عصرلم هي في الجنة هي في الجنة صلى الله عليه وسلم هي في الجنة